الاعتقاد بأن محاكمة إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية قد تستغرق عدة سنوات يبرر القناعة بأن العدالة البطيئة ليست عدالة كافية الطلب العاجل الذي قدمته جنوب إفريقيا لمنع إسرائيل من شن هجوم بري على رفح يحاول أن يستدرك هذه القناعة فحيثما يتكدس مئات الآلاف من النازحين في حيز ضيق من الأرض فإن أعمال القصف والتدمير التي ترافق الاجتهاح سوف تعني آلافا من القتلى بين المدنيين بيان جنوب إفريقيا قال إن الهجوم على رفح سيمثل خرقا خطيرا لا يمكن تداركه لاتفاقية الإبادة الجماعية وقرار المحكمة الصادر في السادس والعشرين من يناير الماضي محكمة العدل الدولية طالبت إسرائيل في قرار هذاك بوقف أعمال القتل والتدمير في غزة كما طالبت باستئناف ضخ المساعدات ومواد الإغاثة إلى الفلسطينيين إلا أن إسرائيل لم تمتثل للقرار خلو القرار من دعوة صريحة إلى وقف إطلاق النار وفر ذريعة لإسرائيل لاستمرار الحرب كما وفر لحلفائها وسيلة للتملص من الالتزامات التي تمنع تزويد منتهك القانون الدولي بمساعدات عسكرية هذه المرة فإن وقف الاجتياح يعني وقفاً فعلياً لإطلاق النار ورد أو لم يرد تعبير صريح بذلك المحكمة أعلنت سلفاً أنها سوف تبدأ بين التاسع عشر والسادس والعشرين من الشهر الجاري جلسات استماع علنية بشأن طلب الرأي الاستشاري فيما يتعلق بالآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس المحتلة ولا يزال مطلوباً من إسرائيل بحلول السادس والعشرين من هذا الشهر أن تقدم تقريراً عما فعلت لتنفيذ قرار المحكمة السابق إلا أن الجانب الملح في طلب جنوب إفريقيا الجديد هو أن مجزرة كبرى سوف تقع وأن عدالة بطيئة لن تحقق العدالة لضحايا ما يزال من الممكن إنقاذهم